كما انتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد وخلال اللقاء أكد رئيسان ارتياح ما لمستوى العلاقات بين البلدين وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة فضلا عن التطلع لتعزيز تعاون الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة وقد حرس الرئيس السيسي في هذا الصدد على تأكيد دعم مصر لاستقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه خاصة في جهوده في مكافحة الإرهاب كما شدد الرئيسان على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط بما يعزز من تماسك المنطقة في ظل الاترابات الراهنة التي تشهدها وفي هذا الإطار تم استعراض الجهود المصرية للتهديئة في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية حيث حذر الجانبان من التدعيات السلبية لاستمرار الحرب الاسرائيلية على القطاع والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية